السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله داشتارك معكم اه رفيسة وكذلك الخبز بالخميرة البلدية بما انني كنت تشاركت معكم الفيديو السابق الخميرة البلدية اديتها الاخت ديالي عجنت ليها بها وديت معي الكاميرا وصورت ليكم اه يعني الويكيند يعني الوصفات كلها اللي حضرت في هذا الويكيند هذا اتمنى ان شاء الله الفيديو دياليوم يجيكم ممتع وتستفدوا منه اه الاخت ديالي بعيدة عليها بثلاثة ديال السوايا يعني وصلنا عندها السبت في العشية اه وبما ان يالله ولدات بديت معي القوتي اه استشاركت معكم المرة اللي فاتت هاد المسمن اللي بالتوابين نخلي لكم ان شاء الله الرابط دياله اسفل الفيديو يعني ممكن يعني ماشي ضروري نحضره النفسة يعني ممكن اي واحد يحضره لانه في المسمنة الداخل مكن نحطوش واحد الكيميا كبيرة يعني بما ان انا كنستعمل شوية دياللوز شوية ديالجنجلين مهمة نخلي لكم اه الرابط دياله اسفل الفيديو وبالنسبة لهاد الكيك حتى هو فيت تشاركتو معاكم نخلي لكم ان شاء الله الرابط دياله اسفل الفيديو اهنا الملوي والمسمن حتى هو تشاركتو معاكم يعني عجنتو هنايا باللبن واللي تكن عجنده بالمسمن العادي اللي ما كان يروش فيه الخميرة باللبن باش كيتهضم لانني قريت بانا الدقيق يعني ملي كان عجنوه بشي حاجة حامضة كيتهضم ماشي بحل ملي كان عجنوه بالماء وبان بما اننا البن حامض فكي سهل علينا شوية الهضم ديال المسمن اهنا كيف ما شفتو معايا هاد الخبز اللون دياله غريب وعجيب عجنتو بالخميرة البلدية وغدا نشارك معاكم ان شاء الله الوصفة بما جات الوصفة قولوا لي اه في نظاركم باش عجنتو احتجا في هاد اللون اه من غير الكاكاو والمر صافي كيف ما شفتو معايا صافينا غريب وجدنا طبلا الوليدات بدو كي وليدات الصغار بغاو اه ياكلو اه لذلك غدا ناخدو ان شاء الله القوتي ومن بعد غدا نشعل لهم اه واحد سيت غدا نخلي لكم ان شاء الله ايلا ايلا تلبتوه ايلا بغيتو اه كان دير الابون مو انا ديالعام ولي داتي كيتفرجو في المساسالات دينية مترجمين بالفرنسية يعني كي قرأوا السوتية خوف نفس الوقت كيتسنتو اللغة العربية وكينين اللي مترجمين حتى بالفرنسية موسيقى 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 ثانا خلينا بالوليدات التفرجوه نباش نوشد الجاج نخليهم مرقه دليلة كاملة هنالتوابل كلها تخلطات تسمحوا ليه هناكين الزنجبيل والكوركم والبزار البيض ثلاثة ديال حبة تقريبا ديال قعقلة شوية ديال بسيبسة والزعفران الحر ضروري الزعفران الحر بالنسبة الرفيسة زوج ديال الحواج مهمين والزعفران الحر والحلبة والزنجبيل باش كيجينا هاد جاج هادا كيجي لديد 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 بات الاكتر تولي هكذا التوابل كيجي لديد بزاف وخاصة خاصة يعني اصبح بحل السر ديال الرفيسة ديالي بصراحة نقولها لكم يعني كل شي كل شي كتعجبوا الرفيسة ديالي يعني العائلة ديالي كلها كي دايما كيتشحوا الرفيسة بطريقة كيف كان حضرها انا والسر ديالها هو المعلقة ديال الحلبة يعني كتاخدوا الحلبة اما ترقدوها اما كتغسلوها مزيان وكتتحنوها هنا يا الشرمولة غدا نتحن فيها البصلة الحمراء والثومة والبصلة البيضاء على حسب يعني شحل عندكم هنا غدا نتحن كيف ما شفتم معايا يعني الحلبة الحلبة عندي تقريبا معلقة كبيرة ريحين تمرق دا دك شاش كتبان كتير هكدا واللوز تقريبا شي حفينة هكا ديال اليد كنتحنو هاد معاك يكون يعني المرق كتير ارا ما تتبانش يعني المادق ديالها ما كيجيش مر وخاك نتحنوها اه صافي كيف ما شفتم معايا نتحنت دبا هاد شي كله وخار روبو ديال اختي ما طحنش ليه مزيان ولكن ماشي مشكلة هي في صراحة كل ما تطحن مزيان كل ما كيجي ألد يعني ضروري ما نحاولو نطحنو التوابين مزيان باقي نجدادين ونخليو منو واحد شوية باش نضيفوه من بعد هنا كنحلو الدجاجة ديالنا مزيان كنعمروها نحاولو نعمروها مزيان باش كتجي لديدة بزاف يعني جوج ديال الاسرار ديال نجح عفوا الدجاج ديال رفيسة ودجاج ديال الكسكسو هو كنتبلوه مزيان وكن نضيرو لي كنتستعملو واحد شوية ديال الماء وكنخليو يعني كيتحمر مزيان فهذاك الماء مهم دا بغضا كيف ما كتشوفو معايا نعمر الدجاجة مزيان ونغطيها ونوضعها في تلاجة ونخليها ليلا كاملا حتى كتشرب مزيان التوابين يلا تبعتو جميع المراحيل ان شاء الله رفيسة ديالكم غدا تجي الديدة بزاف يعني غدا جي مختلفة وضروري ما كنتستعملو واحد الكيميا كبيرة ديال التومة اهنا بسم الله خليت جاجة في تلاجة وجيت باش نوجد هنا الخبز العجينة العجانة اللي غدا تعجن يعني كنتستعملو اه نصف يعني زلافة ديال الدقيق لسومو الاكستخافين وزلافة ديال الدقيق الابيض وهنا غدا نستعمل الخميرة البلدية استعملتها كلها كيف ما شفتم معي اخويت القرعام زيان وغدا نضيف لها غي شوية ديال الماء ونضيها التعجن بقى نضيف بشوية بشوية الماء احتك التعجن زيان انا دي ممكن نعجنها شوية مرخوفة العجينة ديال البطبوط والاحتة ديال الخبز العادي طفيها هي مازال كتعجن نزيدها شوية ديال الماء غيب شوية في اللول اللي اخدمته برابو غيب شوية ومن بعد نجاهدو البيتاس اللي بغينا في الخر وبطبيعة الحال تقدرو تعجنو بيدكم الا تقدرو تعجنو بيدكم ماشي مشكل هناك ناخد طرف من العجينة وهو اللي غدا نحطه في هذه القرعة يعني نفس القرعة اللي وجدت فيها الخميرة من قبل وغدا نسد عليها ونخليه حتى تعجن بيها الاخت ديالي ان شاء الله كيف ما شفتو معي ها هو الحجم ديالا غدا تشوفوا ان شاء الله اليوم الغد كيفاش غا تكون هنا العجينة غدا نزيد لها شوية ديال الملح وشوية ديال زيت الزيتون والملح راي لك انتو ما كتستعملوهاش ممكن ما تستعملوهاش هنا انا اول مرة يعني اخت ولدت الاخت ديالي غا ديضوقو الخبز بالخميرة البلدية باش ما يجيهمش تغيور يعني كبير بزاف ومن بعد بشوية 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 ان شاء الله غضي والحمد لله راي كلاوه ما حسوش بيه ما عارفوش اشنو فيه واش بيه خميرة البلدية ولا ما فيش الخميرة البلدية خميرة البلدية بقى جديدة ماذا قضي الهزوين وعلى كلين مني كان جدوها كل نهاركت بقى جديدة ها هي الصباح انا خليت ليلة كاملة كيفاش خمرات الخميرة البلدية والبطبوط ها هو تبرد الله ما شاء الله كيفاش خمر غيب الخميرة البلدية بوحدها ولا بغيتوا تزيدوا في اضافات اخرى بتواستعملوا عي دقيق القمح ممكن تستعملوا دقيق القمح يعني كل واحد اه انا كنشارك معكم عي التقنية ومن بعد يعني المكونات را كتبقى على حسب كل واحد وعلى حسب الاستطاعة دي لكل واحد ولا على حسب ذاك شي اللي توفرتوا عليه على كلين كيبقى الخبز بالخميرة البلدية احسن شيء يعني حسن من الخبز اه اللي كيكون مخمر بالخميرة الاستيناعية سافي كناخد هنا دقيق اه كناخد هاد ساميد ناعم وكنا نشكل كويرات كيف العادة الاجاتكم يعني صعيبة بزاف يعني كتل الصق بزاف استعينوا بالماء خدوا شوية دي لما وهزو بيه كتقات وصلوا يديكم كل مرة ولا تستعينوا بزيت الزيتون يعني ممكن زيت الزيتون حتى هو يساعدنا باش نقطعوا اه العجينة سافينا غدا نقرسهم كاملين غين نكملهم بمجرد بانني غنكمل العجينة غدا نجيب المقلة وغدا نشعلها وغا نبدأ نطيب يعني ما نحتاجوش نخليوه يخمر مرة اخرى انه خامر الليلة كاملة ها هو كش ما شفتوا معي وضعتوه ذا بفوق من المقلة يطيب غيك نحطوه غيشي شوية وكنقلبو باش مي باش مي المنظر دي البطبوط يبقى جميل إلا بغيتوا تحضروا بنفس العجينة المطلوع اللي كي سميوه في الجهة الشرقية المطلوع ممكن خاصكم غي تخليوه اغليد شوية وتخليوه يخمر على خاطره يعني زيد يخمر مازال فوق من يعني الخميرة الثانية نخليوه يخمر تقريبا ساعة باش كي جينا بحس فنجمل داخل هنا هاد ناس خدمت هاد المرة البطبوط اللي كيتحل من الداخل اللي نقدروا نحضروا به صندويتشات قدروا نحضروا يعني نغمسوا به الطاجين ناكلوا به اه مقبلات المغربية انا دائما مني كان حضر المقبلات المغربية كان حضر معهم هاد البطبوط وحتى مني كيكون عندي يعني ماشي مغربة كان حضروا بطيبطات كيف ما كنقول لهم صغير ورين وكن نقدروا مع المقبلات كيجوا اه المنظر وكيجي رائع وحتى المذاق كيف ما شفتوا معي كيفاش ديرين من الداخل وقدمناهم بطريقة تقليدية القديمة هي هكذا مسقيين بالزيت الزيتون وشوية ديال العسل ولعندكم الزبدة البلدية لملاحة هي بالنسبة الناس اللي كتعجبهم هي والعسل وبكري ما شاء الله كانو كيقدموه حتى بالسمن يعني السمن والعسل كيف ما كنقولو ما يمغي انا بصراحة ما نقدرش على السمن وخا عندي ما نقدرش عليها كده بالخبز اه مع العسل سافي من بعد ما افطرنا مشينا باش نطيبو اه جاج بتو من اه اللاجة وكيف قد لكم من قبل كنشعلو عليه يعني البوطة تكون النار تكون قليلة وكنبقوا نقلبوه يعني مجميع الجواني بغيف اللمق ما كنديرو لا زيت لاتشي حاجة كنزيدو غيش ويادي اللمق وكنبقوا نقلبوه فيه حتى كيجي مع راسو يعني انا هنستعملت الدجاج البلدي يعني بحل الدجاج الطوصي كيجي كيجمع راسو وما كيبقاش مشتت باش الدجاجة كتجينة بجموعة وما كتجينش مشتة انا في صراحة ما بقيتش كنعرف نطيب الدجاجة الرومي سافي ولفت ده باغي الدجاج البلدي اما نشريه اما ما نشريش سافي هنا من بعد ما بقيت كنقلب اه يعني في الدجاج يحتاج مع راسو مزيان ده بغدا نضيف يعني كنرويوه بالماء طيب ما يكونش الماء دافي يكون طيب مزيان هنا نقص عليه البوطام خليه كيطيب بالمهل كنقلبوه على ستر باش يطيب مزيان من ستر ويجينا ستر شيش غديجي طيب في المرقة ومن بعد كنقلبوه يعني مني كيقرب يوجد كنقلبوه على الظهر ديالو حتى كيقرب يوجد مضروري ما تنقص عليه البوطام مزيان هنا شفتو سافي وجد تقريبا غدا نزولون واضعوه في واحد تبصيل طيب الحمدولله راها بقجم عراسو غي 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 غيف خيض واحد لي زولت ليها الجلده هنا قطعت يعني تقريبا زوج كيلو ديال البصل وشوية ديال الزعفران والسمن وزد تحت شوية ديال الكوركم هنا ها هو الجاج بتو هنا يلا بتو تحمرو ممكن تحمرو لكن الجاج البلدي في صراحة ما تيجيش تزوين محمر يعني بلاش ما نحمرو وتلا بغينا نحمرو غين ندخلوه ونخرجوه يعني ما نخليوش بزاف بالنسبة لهذاك البصل ومشالية المقطع كنت زدو على المرق المرق بشي طيب وهنا خديت هنا كيف ما شفت معي العدس خليتو ليلة كاملة تحت هو مرطب في الماء كنزولو هاداك المديالو المبارد ومن بعد كنناخدو المرق كنطيبو في باش كي يشرب هاداك المرق مزيان ومن بعد كنعودو رجعو المرق في يعني في في الطنجرة او في البرماء وبالنسبة لنسمن حطرتو بالخميرة البلدية قطعناها كدع شوائيا وبخرناه وصفيها هي رفيسة وجدات يعني سقيتها وذاك البصل حطيتو تعاليك ال� يعني انزلتو وبشوية زيت زيت وسمين وحطيتو بالماء با ش PA لي نفتي صافي وبالنسبة لعدس حطيته بوحده لأنك اللي ما كيبغيش يأكله في الرفيسة سمنا إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وميجيكم بش طويل بزاف وكيف قلت لكم إلا بغيت الروابط الأخرى ديال الرفيسة نخليها لكم إن شاء الله أسفل هد الفيديو إلى وصفة جديدة إن شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم شكراً لكم